السلام عليكم أصدقائي تحياتي لمتابعينا من كل مكان عندنا مجموعة منوعة من الأخبار العاجلة التي تحصل بالوقت الحالي في ألمانيا أول موضوع رح نتكلم به هو في ولاية زاكسون الولاية الأكثر إصابات بكورونا والولاية اللي بيها أكثر الأشخاص الذين يعارضون إجراءات كورونا من بين الولاية الألمانية 16 حصلت مظاهرة معارضة لكورونا ومعارضة للتلقيح وهذه المظاهرة كانت أمام منزل وزيرة الصحة بزاكسون السيدة بيترا كوبنش وتم استنكار هذه المظاهرة على المستوى الفدرالي بألمانيا يعني ليس فقط سياسي ولاية زاكسون بل بكل البلاد وتم اعتبارها محاولة للترهيب ولكسر الحدود وكان هناك تضامن كبير مع الوزيرة على مستوى البلاد ما الذي حصل خلال هذه التظاهرة أصدقائي خلال هذه التظاهرة حاول ثلاثين شخص احتشدوا أمام منزل الوزيرة وكانت سياراتهم معهم وقطعوا الشوارع وكانوا يحملون مشاعل نارية وطبول ويصرخون فغيدي فغايهايت كان ديكتاتور يعني حرية سلام لا للدكتاتورية وهناك في ألمانيا خوف كبير من زيادة التطرف بسبب أنه كورونا قامت بدقسيم المجتمع الألماني بين مؤيد ومعارض الإجراءات والأمر ربما يعني يحصل بكل دول العالم ازداد الخوف من التطرف بعد حوادث القتل اللي حصلت بسبب يعني الكمامة حصل حادث قتل بمحطة وقود تم قتل موظف عمره 20 عام يعني بغرب ألمانيا والسبب طلب من أحد الزبائن رداء الكمامة الزبون ذهب للمنزل جاب سلاح وأطلق رصاص على رأسه وبأحد الكيوسكات تم طعن موظف أو عامل والسبب هو رداء الكمامة بالفترات السابقة هذا الخوف يعني حصل بسبب هذه الأفعال ويعتبر المحرك الأساسي الكراهية بألمانيا هو التجمعات اليمينية المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تزيد يعني التطرف بالنسبة إلى معارضة كورونا وأكثر ما يزيد الخوف والقلق بألمانيا هو قانون التطعيم الإجباري الذي يعني قد يحصل في شهر فبرو القادم هذا القانون حسب الخبراء سوف يجعل كثير من المعارضين المعتدلين لكورونا سوف يجعلهم متطرفين أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر موضوع هام جدا لكل شخص يسكن بألمانيا ويتسوق من متجر ليدل في هذا اليوم قام موقع حماية المستهلك بألمانيا وحتى موقع ليدل والكثير من الموقع الإخباري الألمانية برفع تقارير هامة بخصوص متجر ليدل وأحد المنتجات التي تباع بليدل والتي تم العثور على بكتيريا سامة تدمر الجهاز الهضمي وقد تكون خطرة على حياة النساء الحوامل والأطفال ومن لديه مناعة ضعيفة يعني قد تؤدي بحياة استهلاك هذه المنتجات وهذه المنتجات أو البضاعة الملوثة هي أسماك شرائح تباع بشكل كبير بمتجر ليدل وتستهلك أيضا بشكل كبير بكل ألمانيا الأسماك هي شرائح من شركة ناوتيكا وهذه هي أشكال العلب والتغليف طبعا العلب المستهدفة أو العلب التي تم اعتبارها ملوثة بالبكتيريا هي من شركة ناوتيكا وذات وزن 265 غرام والعلبة الأخرى هي أو الكيس الآخر أو التعليب الآخر هو 236 غرام والعلبة الأخرى أو الكيس الآخر هو 225 غرام رقم الدفعة البي أل نمى اللي هو 10061801 وتاريخ انتهاء صلاحية الدفعات الملوثة هي 7-12-2021 رقم المنتج L-214-51 موقع ليدل وموقع الشركة والموزع اللي هو هانزياتك فود قائم بها حذروا الناس من استهلاك هذه المنتجات يعني هي الشركة قالت أنه منتجنا هذا ملوث احذروا من استهلاكه ويعني ينصحون أنه من يستهلك هذه الأسماك أو شرائح الأسماك ويشعر بنوع من أعراض مرضية قد تكون شبيهة بالفلاونزا قد تكون يعني سهل بعد أن يتناول هذه الأسماك يرجو الذهاب بسرعة إلى الطبيبة أو إلى المشفى أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر هناك شيء كبير يعني إيجابي ومهم سوف يتم بناءها بألمانيا أعلنت شركة انتل العالمية للتكنولوجيا عن نيتها لبناء يعني معمل للرقاقات الإلكترونية في ألمانيا لتخطية النقص العالمي الكبير بالرقاقات الإلكترونية أو ما تسمى بالعربية أشباه الموصلات أو الشيب هذه يعني تستعمل بالأجهزة الإلكترونية بشكل شائع كل شيء إلكتروني يمنازلين من الهاتف إلى الغسالة إلى التلفزيون إلى كل الأشياء تعتمد على الرقائق الإلكترونية وما يحصل الآن بالعالم وما الذي يعني يجعل هذا المعمل مهم جدا لألمانيا ولياقتصادها والعالم أجمع أنه هناك اختناقات بالتسليم بالبضائع بالعالم المتاجر الكبيرة الشركات عند طرح مثلا ثلاجة جديدة أو غسالة صحون جديدة أو كومبيوتر جديد أو جوال جديد يحصل تأخير بتصنيع المنتجات الجديدة والسبب هو شحة الرقائق أو أزمة الرقائق الصين وتايوان هم المحتكرين الكبار للرقائق الإلكترونية ويقال أن من يملك الرقائق الإلكترونية قد يتحكم بالعالم بإمكانه يعني مثلا إيقاف تصدير الرقائق لأمريكا وألمانيا وفي هذه الحالة سوف لن تتمكن على سبيل المثال يعني أمريكا وألمانيا من إنتاج أو تصنيع أي شيء إلكتروني أو كهربائي من الجوال إلى الكمبيوتر إلى التلفاز إلى حتى السيارات ولأن معامل الرقائق تكون تكلفتها عالية جدا وحجمها كبير ويعني تستغرق سنين طويلة بإنتاجها لذلك يعني هذه الخطوة تعتبر خطوة جيدة ومهمة وراح توفر يعني مليارات اليوروهات عائدات ضريبية وآلاف أو يعني عشرات الآلاف من فرص العمل ومن المقرر أن يتم اختيار مكان المعمل الضخم يعني أما سوف يكون بدريستن أو ببافاريا بكلفة أولية قدرها عشرة ملايين أو عشرة مليارات دولار ولاحق أن سوف يتم ضخ 100 مليار دولار لأجل توسيع العمل والإنتاج أصدقائي ننتقل الآن إلى خبر عاجل حادثة صادمة حصلت في ألمانيا هذا اليوم تم العثور على خمسة قتلى يوم السبت من عائلة واحدة من ضمنهم ثلاثة أطفال في مبنى سكني في براندنبوغ يعني هو يقع جنوب شرق برلين وبحسب النيابة العامة فإن الشخصان البالغان انقتلهم يعني أب وأم أعمارهم 40 عام وأطفال أعمار الأطفال أربع سنوات وثماني سنوات وعشرة سنوات قال رئيس للدعاء العام اللي يعني ببرلين ييرنوت بانديليون أن الجثث كانت مصابة بإطلاقات نارية وهو مصابة أيضا يعني هناك آثار لطعنات ونفترض أنها يعني جريمة اختيال العائلة بأكملها وأضافت فرق التحقيق بجراء من القتل أنه في فترة ما بعد الظهر يوم السبت يعني هذا اليوم بعد الساعة الثانية عشر ظهرا كان المسؤولين من الطب الشرعي في الموقع لرفع الآثار ولأخذ تحاليل الحمض النووي والبصمات والأدلة إن وجدت ولم يتم ذكر بقية التفاصيل مثلا يعني خلفية الحادثة الدافع وإن كان يعني هناك شخص هو قام بهذه الضحية من خارج الأسرة أو ربما كان أحد الموتى مثلا يعني قتل الآخرين وقتل نفسه حاليا كل الأبواب مفتوحة بالتحقيق وكل الاحتمالات واردة وحتى هذه اللحظة لا يوجد بحث عن مشتبه به كون الحادث لا يزال جديد وفي حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا من هذا اليوم يعني اليوم الساعة 12 ظهر أجرى أحد الجيران مكالمة طوارئ للشرطة وقال للشرطة إن الهدوء مقلق عن جيرانه بأن يعني هي عائلة لديهم خمسة أشخاص ولديهم يعني من ضمن العائلة أطفال بالعادة يعني منزلهم تكون بحركة حياة والأصوات تكون بمرتفعة وكان قلق على جيرانه حتى أتت الشرطة ووجدت الجميع جثث هامدة ويقال من الجيران أن الأسرة عاشت لمدة أربع سنوات بالمنزل والأب والأم مدرسين ولم ينجوا أحد بالمنزل سوى كلب العائلة نتمنى أنه يجدون الجانب أسرع وقت ممكن ويعني إن شاء الله رح نوافيكم بكل التفاصيل فور ورودها مثلا جنسية العائلة أو يعني تفاصيل أخرى وبهذا الخبر وصلنا للنهاية إن شاء الله يربط تكونوا استفاديتوا تحياتي لكم ربي يحفظكم مع السلامة